السلام عليكم و مرحبا بكم كل يوم انتم بخير ان شاء الله اليوم كما راكم تشوفوا عنا واحد العشاد ريف وبنين ان شاء الله بالفطر البري في الشامبينيون من الغابة كنا حطيناه من قبل ان شاء الله حطيته في القناة كنت حمرته مقلي و اليوم حبيت نديره طاجين باللحم هو عندها عدة وصفات كيفش ما طيبناه كما قلتو الدوق انتاعه راه عندو البنين انتاعوا فيه كما نقولون منا فيه اليوم رايحا نحطه باللحم ان شاء الله انا هذا اليوم شريناه ولكن راني نضفته كنا نضفناه من قبل في القناة كما قلت لكم في الفيديو سابق شوفنا كيفش نضفوه كيفش نقاوه اليوم هذا هو راني نضفته وكترته كترته في هذا المصفات هذي تاع سلاطا نشفته كما نقولو نشفته لانه شتير في الماء انا هذا كنت نحط له هذا الريسان تاعه ونقيته وحطيته في الماء وحطيت له الخن والملح سياسين تاقريبا نحط له خمستاش دقيقة تقريبا ما نقدروش نحطه لخطرة يروح لو اللحمة يروح له تاقر لهذا زيت صفيته بذا ما وغسلته فهذي مليح اضع المرسو بالطراب اضع المرسو بالطنجرة في الكوكوت سوف نضع حبة البصل و نقليه نقلي اللحم يعني عادية نضع حبة البصل في الأول نقلي بها اللحم و بعد نضع حبة البصل الزوج هادو نكمل بهم يعني نضع نطيب اللحم بشغول محمر نضع الحم و نضع الحبات على الطماطيش و لاسوس و هادو هما هدو الازيبس نتوحنا حطيت الحم حطيت فيه حبة البصل و نضع الحبة البصل و نضعهم فيما بعد في النص القرية نجعل نمرق اللحم مرقه بكاس تحت الماء لا نضعه كتر و نقص النار و نبدأ على كوكوت نتاعي و نضعه كتر و يجب أن يكون محمر بسم الله نضع زيت هنا و نضع حبة البصل نضع حبة البصل و لا نضع حبة البصل سمل لنضع حبة البصل و نضعه في المقلاء و نكمل لدينا الملح و نضع غير قليل نضع غير و نضع غير مكونا أكثر برجم في هدو نضع حمير و نضع كوركوم و نضع حبة البطار غير قليل و المغرفة صغيرة لم تنقش نقليها مع هذا اللحم وعندنا شئية عسكين جبير وشئية عفلف الكحل وهذا شئية عكمون ما نحطوش هنا في اللحم سوف نحطوه غير في الشامبيينو حتى التالي في الشامبيينو حتى التالي أنا عندي اللحم متائر راح هو تقلع كما راكو تشوفه وضع في هذا التقلية هذه نزيد عليه نكمله باش قبل ما نمرق زيت هذه الحبات على البصل أنا هني قليت اللحم في هذه الحبات على البصل وفي هذه البحارات التي رأيناها مع بعض وفي هذه البحارات تغير قليلا 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 سوف نكمل كيف حبات على البصل وحبات على الطماطس ميكسيتها رجعتها خفيفة كما ترون هذا هو لا نزيد حوائج بزد لكي نجعله البناء هذا الشامبيينو لا نزيده لا نزيده لا نزيده ثم نزيده مرقوب الماء سوف نزيده كما قلت لكم لأن هذا الشامبيينو يزيد الماء والبصل والطماطيش يزيد الماء هذا لا نزيد الماء هنا هناك الكوكوت طيب بسرعة ننقص النار ونبلغ لها ونجعلها تكمل الطياب نزيد نزيد الماء لكي نزيد الماء لكي نزيد الماء الماء نضيف لكي نزيد البناء البصل لكي نزيد الماء نضيف الماء نضيف 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 الفقاع وشامبيينو كما ترى قصيته قصيته كبير يعني قصيته كبير كما تعرفوا هو كي طيب سيقلال وغير هذا كامل هذا الطاجين يدرك وغير طويجين كما نقوله عندي سنينة الثوم لا أحب الثوم بزر لكن نضيف نضيف لكي نضيف زبدة 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 مارغارين ونضيف ملح ليس بزه نضيف ملح لأنه يملح هذا هذه هي نضيف ملح هذه البهارات ونضيف كامل نضيف الفلفل ونضيف فلفل نضيف ونضيف الكمور نضيف هذه البهارات التي نضيف لا نضيف نضيف ونقوّل النار يبقى يتلقى في الماء من بعد 10 دقائق من بعد نقص في النار ونقلبه في المقلع يعني نشحره في المقلع من هذا نضيف ونقف عليه لتشرب ساعة ونقف عليه حتى يتحمر بهذه الزبدة ونقف عليه ونقف عليه ونقف عليه حتى يحمر حتى يأتينا حتى تحسي بها ونقف عليه ونقف عليه ونقف عليه فكرة ونقف عليه ونقف عليه ونضيف هذا هو البلاة الحملي من الجبل سوف نقف عليه طائج من شاء الله سوف نرى كيف يخرج لنا هذه هي سوف نكمل على هذه الطريقة سوف نوقف عليه قليلا لن يخرج لنا مليح يجب أن نوقف عليه هذا هو الطاجين للفقاء والشامبيني والجبل سوف يوجد كما ترى طاب محمر كما كنت أحبته لدينا 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 الحم الذي سيكون طيب مع البصل جاء مدغمر بالبصل عاقد لدينا الفقاء والشامبيني الذي طيبته دليل 45 دقيقة في المقلة كما ترى طيب مقابلته حتى طاب بهذه الطريقة تحمر لدينا 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 طاب مليح وطاب بعقله هذا هو الطاجين الفقاء بالحم إن شاء الله هي يعجبكم و لا تنسوني لا يخليكم لا تنسوني لا يجبكم لا تنسوني والتعليقات منكم إن شاء الله نحبكم بزاف ويعطيكم الصحة على كل حل اللي تبعتو لبيدي شكرا وと وقت